بس الناس بتتسأل تقولك ايه طب ما احنا عندنا بترول طب ما احنا عندنا غاز المشكلة فين المشكلة بتيجي من ايه عفوا طب احنا ليه الاسعار غالية ليه الغاز ساعات بيبقى خلوا بالكوا يا جماعة الاكتشافات البترولية او اكتشافات الغاز او التعديم بواجهة عام ليه زي كده بروتوكول او العقود بين مصر وبين الشركات او بين الهيئة العامة للبترول الممثلة للحكومة المصرية وبين الشركات المصرية والاجنبية ليها نظام حصصي يقولك الهيئة ليها كذا الشركة دي ليها كذا البترول ده حجمه التقريبي كذا في دول بترولية عندها البترول ده في اراضيها ربنا متدهولها زي دول عربية وزي دول امريكا وزي بعض الدول الاوروبية عندهم الكلام ده كله وفي دول عندها البترول بس بكتفات قليلة وباحجام قليلة الحتة بقى ما بين هنا وهنا هي اللي بتحدد قوة الدولة سواء فسد الاحتياجات بتاعتها من هذا الانتاج او رفع القيمة بتاعته وتأثيرها على الناتج المحلي فما بين هذا وزيك بيكون بقى شكل العلاقة دي عشان برضو جينا في الازمة بتاعت الغاز الاخيرة طيب ما احنا عندنا حقول غاز طيب ما احنا عندنا مش عارف ايه يبقى ليه عندنا ازمة غاز في جزء من الحقول دي بيتصدر في عقود مرتبطة بيها مصر ما تقدرش تاخد مصر من عقود ملتسمة بيها بالتصديق وتقوم مدخلها هنا لازم تلاقي لها حل قانوني عشان ما تخشش في مشاكل مع الشركات ده بالنسبة للغاز كذلك في البترول يا رب احنا يعني هنكره ان بلدنا يبقى في الصحراء الغربية وفي الصحراء الشرقية وفي سينة وفي كل وفي المية في البحر الاحمر وفي البحر المتوسط نلاقي قبار بترول وغاز اهو كله خير لمصر وبيعود علينا بالخير بس زيان بيقول لحضراتكم الحاجات او التأثيرات بتاعت هذه او التأثيرات الاقتصادية يعني بتاعت هذه الاكتشافات هي اللي بتفرق من بير للتاني ومن مكان للتاني